اهلا بكم توزع المشهد الداخلي بين من يحرص على مصلحة لبنان ويدفع الى اخراج البلد من نفق المأزق بعيدا عن زواريب المصالح عبر دعم مرشح رئاسي يقود مسيرة انقاذ البلد ويضع الحلول للازمات ذات الاولوية وبين اطراف مقابلة جمعتها هواية النكد السياسي رغم ان خطوطها متوازية ومصالحها متضاربة في محاولة يائسة لتضيع كل فرصة متاحة لانقاذ البلد امام هذا الواقع وضعت حركة امل في بيان لمكتبها السياسي اللبنانيين امام حقيقة الموقف الجدي الذي تروم من ورائه وضع حد نهائي لمسلسل الانهيار الذي يعمل فتكا وتأكلا بمؤسسات الدولة ويدفع باخطر المواقع بها الى هوة الفراغ والتعطيل ومما يتسبب بمزيد من المآزق المجتمعية التي تصيب مصالح اللبنانيين بالصبيب وليس اخرها عدم قدرة الدولة على دفع رواتب موظفيها العاملين منهم والمتقاعدين وهو الابر الذي يحتاج الى جلسة تشريعية لمجلس النواب التي يقف دون عقدها امعان التعطيليين بدرب المؤسسات تحت حجج وهي الى ذلك يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة التاسعة من صباح الاربعاء المقبل في السراي الكبير للبحث في موضوع عقد الاتفاق بالتراضي مع محامين فرنسيين لمعاونة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل في الدعوة المقدمة من الدولة الفرنسية امام قاضية التحقيق الفرنسية في الملف انا كوساكوفا ورفاقها ذلك للتباحث والنقاش مع الوزراء حول هذه المسألة ليقرر مجلس الوزراء في ضوء النقاشات ما يراه مناسبا جنوبا قامت جرافة تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلية بحفر خندق كبير قرب موقع السماقة عند تلال كفرشوبا في خرق سافر الهدف منه تغيير معالم الاراضي المملوكة لاهالي بلدة كفرشوبا الجنوبية